مستعرضا عضلاته في شوارع العاصمة ماليه يريد رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد أن يظهر أنه لا يزال قوة سياسية لقد استقال في وقت سابق من هذا الشهر عقب احتجاجات ضد حكومته وهو يقول الآن أنه أجبر على الاستقالة تحت تهديد السلاح من قبل قوات الأمن ونائب الرئيس استلم السلطة فيما سماه نشيد انقلابا إننا نتدارس كيفية عادة الوضع إلى طبيعته يجب أن تكون لدينا حكومة مستقرة في المالديف وأعتقد أنه من الواضح أن يجب علينا الذهاب إلى الانتخابات هذه النداءات رفضها الرئيس الجديد محمد وحيد ومسؤول الأمم المتحدة السابق يقول إن البلاد غير جاهزة للانتخابات وإنها ستعقد في مواعدها في العام المقبل إنها ليست في البرنامج ولن أقبل بانتخابات متسرعة الآن الأزمة قسمت الجزيرة المعروفة بمياهها النقية لا بمشاكلها السياسية وقد عاشت البلاد تحت حكم ديكتاتوري هو من الأطول في العالم حتى انتخابات العام 2008 حين وصل نشيد إلى السلطة وبعد ثلاث سنوات تحاول القوى السياسية القديمة أن تعبث بالديمقراطية الفتية في البلاد السلطة ستأتي من الشعب لا أحد يقرر سوى الناس هم ينتخبون سلطتهم ويختارون حكامهم ولا أحد آخر لقد انتخبنا رئيسا لمدة خمس سنوات وقبل أن ينهي عهده حصل انقلاب هذا سيء للغاية هناك مطالبات بتحقيق مستقل ولكن قبل ذلك الحين يسجل تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس السابق على أطراف الجزيرة لقد حصلنا على تقارير تفيد بأن هناك تعديات على حقوق الإنسان في آدو مثلا وهناك ضرب وأيضا هناك احتجاز للحريات وغير ذلك المالديف على مفترق طرق وليست الحكومة هي المهددة وحسب بل مصير الديمقراطية في البلاد